موسيقى لماذا المعجزة في منطقة متميزة في المسيحين لأنه الآن أنا جئت بعد تجسد المسيح في عشرين قرن من الزمان وأنا لم أرى ولا معجزة من المعجزات اللي عملها المسيح فما الذي يبرهن لي على أن المسيح ابن الله هو برهن أنه نور الآب أي ابن الله بأنه بيعمل أعمال الآب طب ده للذين عاصروه طب وأنا الذي لم أعاصره هنا بقى الإجابة اللي هو قالها أن من يؤمن بي طبعا مش كل من يؤمن من قال أمنت يعني المدخل هو الإيمان به من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا وأعظم منها لأني ماض إلى أبي وهكذا خرج الرسل إلى العالم الوثني من غير كتاب ما فيش بقى نبوات ولا كل المعطيات اللي كانوا بيبشروا بيها اليهود أما كان إيه البرهن أن الأعمال اللي كان المسيح بيعملها هو بيعملها فيهم هم بيعملوها فأقاموا الموتى وشفوا المرضى وطرحوا المعجزات كما فعل المسيح وبهذا الشكل بشروا العالم الوثني المفروض وده حاصل جزئيا المفروض أنه تظل المعجزة مستمرة فيه أبناء الملكوت على مدى التاريخ لأجل خدمة الإنسان وشفاء الإنسان وراحة الإنسان يعني أنا هقول قصة واحدة من التاريخ التاريخ مش قديم كتير يعني في سنة من السنين جاء النيل منخفض ما كانش فيه كل السدود النظام اللي عمله محمد علي وكلها زكاة جاء النيل منخفضا وهذا معناه أنه أن البلد هتجوعه فطلب الوالي من البطرك والبطرك كانوا ناس إدشين زي ما شوفنا في البابا كيرولوس السادس وعندهم مواهب القوة الإلهية لعمل المواجزات أنه يصلي عشان المياه بتاعت النيل ترتفع يعني تيجي مية أي مية تزيد فذهب البابا بطرس الجولي بعد الأداس وخذ الأربانة بتاعت الحمل وبعد الصلاة رماها في المية ورما المية المصلية معاها في المية النيل فمية النيل ارتفعت هو ده معنى المعجزة أنها بتخدم احتياج الإنسان سواء احتياج شخصي أو احتياج قومي أو احتياج للبشرية الموضوع طبعا ليه قواعد وأسس وضعود بس أنا بجاوب على جزئية للمعجزة مهمة لأنها امتداد للبرهان على أنه ابن الله الحي على أن المسيح هو نور الآب وابن الله الحي أنه ما يزال يحيى في قديسي ويعمل الأعمال عينها بواسطتهم لمنفعة البشرية وبالتالي برهانا على الإيمان من المسيح موسيقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة